السلام عليكم وعلى سهلا بكم في فيديو جديد لو انت بتستخدم جهازك لايفون وفجأة لقيته ان هو جاب لك شاشة خضرة بكامل بالشكل ده وحاولت انت تدفي جهازك لايفون وتشغله وبرضه مستمر معاك ان هو جايب لك الشاشة الخضرة دي ما تقلعش من خلال الفيديو بتاع الناردة اشرح لك افضل طريقة تقدر من خلالها لانت تحل المشكلة دي وتقدر لانت تستخدم جهازك لايفون بشكل طبيعي قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي ام صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حل مشكلة الشاشة الخضرة على جهازة الايفون اللي انت تعمل فرض عادة تشغيل فرض عادة تشغيل دي بتنصح بها شركة قبل لو انت بتواجه اي مشكلة صغيرة على جهاز الايفون فانت اول حاجة تعملها اللي انت تجرب فرض عادة تشغيل عشان بيحللك معظم المشاكل الصغيرة اللي بتواجهك في جهاز الايفون لو انت بتستخدم ايفون تماني اول الزرارات الاحدث من كده كل اللي عليك اللي انت حتدوس دوس على الزرار رفع الصوت وبعدين دوس على زرار خفض الصوت بعد كده حتدوس على زرار الباور هتفضل معلق صبعك كده على زرار الباور لحد ما يظل لك شعار قابل اول ما يظل لك شعار قابل بالشكل دوت هتشيل صبعك من على زرار باور هتستنى كده جهازك الايفون يفتح معك من جديد بعد ما يفتح معك الجهاز بالشكل دوت هتلاقي ان هي هتحلت معك المشكلة واصبح الجهاز شغال بشكل طبيعي زي ما انتم شايفين وبدون ما تفقد اي حاجة من البيانات الموجودة عندك ولكن في حالة لو فضلت المشكلة ديتمستمرة عندك في جهاز الايفون فكده في مشكلة في نظام الاي اوس وانت محتاج لانت تعمل اصلاح لنظام الاي اوس الموجود على جهاز الايفون ودوت هيبقى من خلال برنامج ريبوت عشان تقدر لانت تحتفظ بكل البيانات الموجودة عندك على جهازك الايفون هسيبلكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصفة ينلك الموقع الرسمي البرنامج ريبوت هتقدر من خلال البرنامج دوت اللي انت تحل اي مشكلة بتواجهك في جهاز الايفون او في نظام الاي او اس كل اللي عليك دلوقتي اللي انت حتدوس على تجربة مجانية وتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد كده هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن تريه كابل الاس بي بعد ما هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر هتفتح برنامج ريبوت عندك هيظهر معك بالشكل ده وهتلاقي كاتب لك النوات ان جهازك الايفون متصل بجهاز الكمبيوتر كل اللي عليك دلوقتي اللي انت هتدوس على ابدأ الاصلاح وهيجيب لك هنا اختيار ايه عندك الاصلاح الكياسي والاصلاح العاميك هنختار الاصلاح الكياسي ديت عشان نحل المشكلة اللي بتواجهنا في جهاز الايفون بدون ما نحزف البيانات اللي موجودة عندنا بعد كده هتدوس على اصلاح كياسي هيبدأ البرنامج ان هو يعرض لك اسم جهازك الايفون بالشكل دوت ونسخة لاي او اس المتوافق على جهاز الايفون بتاعك وهيقول لك اختار مكان لحفظ نسخة لاي او اس عندك على جهاز الكمبيوتر لازم تختار مكان يكون فيه مساحة كافية عشان البرنامج هيبدأ ان هو يحمل لك النسخة دي عندك على جهاز الكمبيوتر وبتكون مساحتها حوالي 7 جيجا او 8 جيجا بعد كده هتدوس على تحميل وهيبدأ كده البرنامج ان هو يحمل نسخة لاي او اس هتستنى كده لحد ما ينتهي البرنامج من تحميل نسخة الايوس عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما ينتهي البرنامج من تحميل نسخة الايوس هيبقى جاهز دلوقتي انه يحل لك اي مشكلة بتواجهها في جهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت حتدوس على يبدأ الاصلاح الكاسي ويبدأ كده البرنامج في اصلاح مشكلة الشاشة الخضر اللي على جهاز الايفون هتسيب دلوقتي كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر ما تستخدموش نايل حد ما ينتهي البرنامج من اصلاح مشكلة الشاشة الخضرة على جهاز الايفون وبكده اكتمل الاصلاح وقدر البرنامج ان هو يحل مشكلة الشاشة الخضرة على جهاز الايفون وهيفتح معك الجهاز بالشكل دوت وهتلاقي كده المشكلة تحلت معك وتقدر دلوقتي ان انت تستخدم جهازك الايفون بشكل طبيعي وهتلاقي كل البيانات اللي هي كانت موجودة عندك على جهاز الايفون موجودة زي ما هي زي ما انتم شايفين كل البيانات موجودة على جهاز الايفون إنما لو فضلت المشكلة مستمرة معاك وجهازك الايفون جايب لك شاشة خضرة يبقى كده في مشكلة في شاشة الايفون دوت ممكن يكون جهازك وقع وحصل تلف في الشاشة أو مثلا جهازك الايفون دوت وقع في مية ومحتاج اللي انت تتواصل مع دعم قبل ومن خلال الموقع الرسمي لدعم قبل تقدر اللي انت تتواصل معهم على مدار الساعة تقدر اللي انت تدخل كده على الموقع بالشكل دوت وبعدين تدوز النوات على البدء الان للحصول على دعم تتواصل مع شركة قبل لحل المشكلة أو تقدر اللي انت تتوجه لقرب موزع مؤتمد لشركة قبل لإصلاح المشكلة أو تغيير مثلا جزء من الجهاز اللي انت ممكن تغير شاشة الجهازك الايفون دوت عشان تحل المشكلة معك في جهازك الايفون هسيب لكم كل روابط المواقع اللي انا استخدمتها في الفيديو تحت الفيديو في الوصف ولو انت بتواجه اي مشكلة تانية على جهاز الايفون تقدر اللي انت تستخدم برنامج ريبوت قادر انه يحل لك اكتر من 200 مشكلة بتواجهك على جهاز الايفون اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي